الرسالة اللي جات لك من لعيب وكان فيها كلام حلو او فرحت بيه مش لازم اسم اللعيب محمد صلاح محمد صلاح بعت لك ايه يعني كان فيه وسيط فقال له ده انا معايا ايمن الكاشف فقال له ايمن الكاشف ده من اكتر الناس اللي انا بحبها الله فانا يعني وانا محمد صلاح طبعا ده صاروخ الشرق بالنسبالي سطورة الاساطير اه وكنت من اول ما طلع من ايام ما هو كان بيلعب في بازل وانا بقول عليه الحيلة قبل صاروخ الشرق دي الله لان يعني محمد صلاح مين بعت لك حاجة زعلتك او هو كان زعلان منك مين كان زعلان مني ممكن يبقى مدارب ممكن يبقى عليها ممكن تبقى دارة نادي فيه لعيب كان زعلان مني كان زعلان مني يعني ايه مش زعلان مني زعلان مني لانه قال لي ان احنا بنجيب المدير الفني بعد انتهاء المباراة بياخدوا يوم راحة تاني يوم وصل التدريب احنا بنزيع المطشو بيسيب صوتك فييجي عند الكورة مثلا هو بيلعب اوفر حطه في المدرجات فانا مثلا اقول له ده اسمه كلام مثلا ولا يعني بقول حسب ما بقول بقى انه هو فالنبي ده ده شغلي فقلت له يعني انا غزبا عني انا ببقى بتفرج على المطشو لكن انت لفت نظري لنقطة انا هرعيها بعد كده اللي هو اللي هو ان انا مبقاش قاسي عليك لان ده شغلك ولكن انا حاولت اوضح له ان انت ممكن تكون عملت الاوفر ده في المدرجات فانا قلت كلمة ان الاوفر ده سيء جدا لكن بعد كده عملت تمريرة عملت اوفر تاني بشكل كويس فانا اشت بيك واللاعب في التسعين دقيقة بياخد مئات القرارات فلو اخطأت في قرار او اخطأت في قرارين لكن انت اجدت في باقي القرارات فما فيش شيء لكن المكالمة دي خلتني ان انا ما لو هنتقد يبقى بالراحة حلو